الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله نتكلم الآن عن الآداب التي تخص الصيام فالأدب الأول هو السحور وهذا هو الغذاء المبارك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلما إلى الغذاء المبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في الصحور بركة إذن من بركة الصحور أنه يقوي البدن وينشط على الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فرقان بين الصيامنا والصيام أهل الكتاب يعني أهل الكتاب اليهود والنصرى كانوا يصوموا ولكن ما كانوا يصحروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر أكلة الصحر طبعا هذا الأدب كثير من الناس أخلى به كثير من الناس أخلى به أش كيدروا كثير من الناس كيبقوا صهرانين وكي يقول لك إحنا راه تعشينا وصحرنا جمعنا عشاء وصحر ونعسنا هذا خلاف السنة بل ينبغي للإنسان أن يتأدب بأدب السنة وأن يحرص عليها يحاول يحرص علي السنة طبعا وقت السحور هو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقته لأنه سمي يعني سحورا لأنه أخذ من السحر وهو وقته فواحد الإنسان مثلا كلام يعني مثلا غير مع العشرات الليل وكذا ما كان سميهش هذا السحور فالسحور يكون بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر والسنة تأخيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث كثيرة وردت في تأخير السحور نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطري والاستيناء بالسحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله الاستيناء يعني الإبطاء هو تأخير السحور فالناس كي يؤخره وقضي بعض الناس هنا أنبه وتنبيهن بعض الناس كي يقول لك لا مثلا كي أدن مثلا مع الخمسة ونص هو كي يقول لك لا خصنا نوقفه مع الخمسة وتولد بل بعض الناس يطبعوا بعض التقاوم كتلقى هذه اليومية يعني التقويم كذا وكي يجدو فيك يقول لك مثلا هذا وقت الفجر هذا وقت الإمساك هذه من البداع العصرية وقت الإمساك هو وقت الفجر وقت الإمساك هو نفسه وقت الفجر فإن الإنسان يأكلوا حتى يعني الفجر كلوا وشربوا حتى هذا حتى الانتهاء الغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن الإنسان كي يأكل ويشربوا ويخر يعني الصحور حتى يقدم المؤدين ثم يقطع لا حرج إلى وقف مثلا شوية واللعب غاية والضاولة كده ولكن بش يقول لك لخصني نجعل واحد الفصل ديال الإمساك وما خصني نقرب الفجر هذا كله من الأمور المبتدعة التي لا دليل عليها إذا الإنسان يحرص على الصحور فالصحور يعني من الطعام المبارك ويحصله بقليل طعام أو كثير مش شرط هو أن الإنسان يأكل بزاف فممكن إنسان يكون شبعان كيف يقمتنا شبعان إذا أكل تمارات مزيلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الصحور المؤمن تمر يمدحه فالإنسان لا تصحر بالتمر مزيلا إلى ما استطعت فيه ولو شرب جغماد يلمى فلا حرج فقد تصحر وقد تأدب بأدب من الآداب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين